نهاية مارس 2015 كانت هذه الطائرات الخليجية مصدر فرح لليمنيين عندما حلقت في سماء بلدهم لكنها الآن لم تعد كذلك كان الهدف حين انطلاق عاصفة الحزم السعادة الشرعية ومواجهة ميليشيا الحوثي لكن هذه العاصفة وفي ذكراها الخامسة تكشفت عن خديعة مفادها تقويض الشرعية وإضعاف اليمن وتفكيكها فبعد خمس سنوات لا تزال ميليشيا الحوثي باسطة قبضتها الحديدية على أغلب المحافظات الشمالية والمدن الحيوية كصنعاء والحديدة فضلا عن كونها تحاصر تعز المدينة الأكثر سكانا وتاثيرا في الوقت الذي دللت فيه وقايع ميدانية كثيرة عن سقوط مدن أخرى بيد الحوثي بداية 2020 مثل الجوف بنفس الطريقة التي سقطت فيها صنعاء في سبتمبر 2014 بالنسبة لكثير من اليمنيين فإن تكوين ميليشيات مضادة للشرعية في المناطق المحررة من ميليشيا الحوثي كان هو الدليل المؤلم لانحراف هدف تحالف دعم شرعية حيث أنشأت الإمارات بدعم لوجستي من الرياضة الحزام الأمنية في عدن والنخب الشبوانية في شبوه وقوات طارق في ريف تعز وألوية أخرى في ريف الحديدة بينما تم إنشاء ميليشيات أخرى في مناطق لم يسيطر عليها الحوثي كحضر موت وسقطر والمهرة في غسطس من العام 2019 صحت عدن على انقلاب مكتمل الأركان بتوصيف الخارجية اليمنية بدعم وتمويل من الإمارات وصمت غريب من السعودية أضحت بعدها عدن تحت سلطة كاملة لميليشيا الانتقالي ورغم أن السعودية تدخلت في نوفمبر 2019 باتفاق عرف باسم عاصمتها الرياض إلا أن الوقائع السياسية والميدانية أكدت لأغلب اليمنيين أن آخر ما تفكر به المملكة هو استعادة الشرعية واستقرار اليمن